اقتحم متطرفون مصريون كنيسة بأحدى قرى محافظة الجيزة وحطموا محتوياتها ومنعوا الأقباط من الصلاة فيها على خلفية قيام الأقباط بالصلاة في هذا المكان وهو عبارة عن بناء دون صلبان وأنهم جاهزونه لتدشينه ككنيسة لهم وينمون رفع الأجرس فيه وذكر المعتدون أنه فور علمهم بذلك احتشدوا أمام المكان ومنعوا الأقباط من دخوله ثم قاموا باقتحامه وحطموا محتوياته وقد قام القص مرقصه وكاهن الكنيسة بإبلاغ أجهزة الأمن التي وصلت بتعزيزات كبيرة وتمكنت من تفريق المحتشدين والقبض على عدد من المتورطين وذكرى جهود عيان أن اشتباكات مقعت بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات وكان من بين المصابين صاحب قطعة الأرض التي تبرع بها لإقامة المبنى عليها وهو عيد إبراهيم عطي من جانبها أصدرت مطرانية أطفيح للأقباط الأرثوذوكس بيانا بالأحداث قالت فيه إن كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح تعرضت للاعتداء حيث سرت شائعات أن الكنيسة تنوي تركيب جرس إثر ذلك تجمهر مئات الأشخاص أمام المبنى ورددوا هتفات عدائية مطالبين بهدم الكنيسة وذكرت المطرانية أن المحتشدين قاموا باقتحام المكان وتدمير محتويته بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين فيه وبعد وصول قوات الأمن قامت بتفريق المعتدين وتأمين المنطقة ونقل المصابين لمستشفى أطفيح وقالت المطرانية إن المكان المعتد عليه تقام فيه الصلوات منذ ما يقرب 15 عاما وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت المطرانية رسميا لتغيير وضعه إلى كنيسة اشتركوا في القناة